إنه مجرد وهم هكذا يصف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فرصة إقامة الانتخابات المبكرة في العراق في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي والمقرر في حزيران من عام 2021 عراقيل جمت عيق إجراء الانتخابات افتعلتها الأحزاب الفاسدة التي تخشى خسارة مكاسبها فضلا عن مشاكل تخص أطر حل البرلمان وعدم رغبة النواب الحاليين خسرة وظائفهم ورواتبهم ومنافعهم الشخصية ولذلك فهم يعملون عمدا على إرجاء أو حرف الانتخابات عن مسارها مع غياب نية الكتل السياسية لخوضها أساسا وفق تقرير المعهد الأمريكي التقرير أشار إلى تعطل النقاشات بين الشركاء العملية السياسية بشأن إنجاز القانون الانتخابي جديد وألية توزيع الدوائر الانتخابية في ظل إصرار بعض الأحزاب على نظام الدائرة الواحدة بدلا من المتعددة للحفاظ على امتيازاتها فالجميع يساوم ويضغط ولا رغبة لدى أي طرف منهم للتفكير حتى في أن يترك ما يبيض له ذهبا فيما تبدو المحكمة عاجزة عن حراز أي تقدم بسبب الخلاف الشديد داخل مجلس القضاء الذي تتهمه بعض الأطراف بأنه يدهن جهة على حساب أخرى معهد واشنطن أكد أن مفوضية الانتخابات تم تركها بدون موازنة مالية ولم تحصل على أي مبالغ على الإطلاق كما لا تمتلك القدرة على تحديث بطاقات الهوية البيومترية أما غياب الأمن وعز الحكومة أمام الميليشيات الحزبية وسط ترجحات بسيطرتها على صنادق الاقتراع وتهديد المرشحين في ظل الفوضى الحالية وغياب الإشراف الدولي فحدث ولا حرج وهو ما سيفتح الباب أمام عمليات تزوير وتلاعب والسلساخ لسيناريوهات سابقة كما حدث في انتخابات عام 2018 التي قطعها أكثر من 80% من الناخبين فيما أفرزت تبوأ أحزاب وميليشيات مقربة من إيران مناصب عليا في الحكومة حتى باتت البلاد رهينة صنع القرار في طهران وفقا لمراقبين